موسيقى النشرة ورياضية من قناة الجزائر أنوان مشاهدين أهلا بكم والبداية بأمرز العنوينة عبد الكريم مدوار وشريف ملال يهاجمان رئيس الفاف ويطالبانه بالاستقالة البدء في التوقيع على الاستشارة الكتابية الخاصة بمصير الدوري اللاعب المصري السابق فجر فاروق يفضح المنتخب المصري ويكشف التلعباته وفي فرنسا تتويج جديد للبي اجي تفاصيل ونشرة رياضية مشاهدين أهلا بكم جددا بداية وجه وزير وشبابي ورياضة سيد علي خالدي رسالة تعزية ومواساة إثر وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني لزهر بن حمزة ونشر الوزير خالدي رسالة عبر حسابه الخاصة بهذه المناسبة الألمة جاء فيها تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيد بن حمزة لزهر المعروف باسم حناشي المجاهد والناعب في فريق جبهة التحرير الوطني طيب الله ثراه وأكرم مثواها أتضرع إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوانة فإنا لله وإنا إليه لراجعنا أعلنت المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم عن برمجة تربص تكويني بجمعات لايبزيتش الألمانية لفائدة الإطارات الكروية الجزائرية وقشف الحساب الرسمي للفاظ أن هذا التربص المقرر إجراؤه في الفترة ما بين الواحد من مارس إلى 31 شولية يدخل ضمن الشراكة الجزائرية الألمانية وعلى الراغبين للمشاركة في هذا التربص إرسال طلباتهم قبل أقول تاريخي السادس من أوتة في حال استفائهم لثلاثة شروطة شهدت التعليم العالي خبرة كلاعب أو مدرب بالإضافة إلى السن القانوني الذي لا يتجاوز الأربعين عاما هاجم عبد الكريم مدوار رئيس ربطة دور المحترفين الجزائري الاتحاد المحلي على خلفية تأخره في حسم مصير الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي وهذا على خلفية تفشي فيروس كورونا وانتقد مدوار خيار الاتحاد الكرة بالوجوء إلى جمعية عمومية استثنائية لحسم مصير الموسم رغم عدم قانونية هذه الخطوة وهو ما أكدته وزارة الشباب ورياضة التي رفضت منح الترخيص لهذا الاجتماع وكشف مدوار في برنامج للإداعات الجزائرية أنه رفض التصويت على خيار الذهاب للجمعية العمومية الاستثنائية في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة برؤساء مختلف رابطاته ولفت إلى أن اتحاد الكرة لم يأخذ باقتراحة لندية المحترفة قرارة المكتب الفيدرالي تحترم ولا تنقش نحن بالنسبة لك رابطات لأن نحن لا نقترح ونحن قوة اقتراح نحن اقترحنا واشقال رؤساء الأندية تمنينا الاقتراحة يأخذ بعين الاعتبار لكن هايهات هايهات لم يتأخذ بعين الاعتبار ولم يشار إليه حتى لهذا الأسباب أنا غير راضي على غير راضي على عدم احترام وقرارات رؤساء المحترف الأول والثاني انتقد رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بخصوص الاستشارة المكتوبة الموجهة للأندية ونشط شريف ملال ندوة صحفية للحديث عن الاستشارة المكتوبة التي اعتمدتها الفاف لتحديد مصير الموسم الكروي وقاله ردوا شبيبة القبائل واضح عندما اجتمعنا مع رئيس الرابطة قدمنا اقتراحات سلمناها لعبد الكريم دوارة من اجل تقديمها للمكتب الفيدرالي لكن للأسف لم يتم اخذه بعين الاعتبارة لم افهم لماذا المكتب الفيدرالي يرسل هذه الاستشارة في هذا الوقت بالذاته رئيس الفاف لم يسبق له ان اجتمع مع رؤساء الأندية والان يبحث عن ارائنا اليوم رئيس الفاف فشل في مهمته ولا يمكنه حتى اتخاذ القرارات وعليه ان يقدم استقالته والخرج من الباب الواسع مجتمع مع الرقم المالجيين ومجتمع مع رئيس الفاف لقد انتهت القناة وفد اعداد الواسع أيضا وإبعاد احفرتي ومجتمع مع الرقم الممكن اليوم فطول لكم الواسع الأنفحر من اجل تغالي الواسعه انطراح القرارات وكتنا نملك الواسع لدينا اطفاله بيتم احفرتي اليوم اليوم هذا مجتمع الواسع يجب ان اجل الواسع يأخذوا القرارات لديهم كل قوانين باش يأخذوا القرارات لهم عندهم شجعة باش يأخذوا هذه القرارات يعني قلتنا لازم يروح لجريس ويحتل أخذ لديميسيون تاعه وكي الناس قادر يتقدر تشريع للكورة الجزائرية أكد عبد الناصر ألماص رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر أن فريقه سيصوت لخيار الموسم الأبيض في ذل استحالة استكمال الدور المحلي بسبب جائحة كورونا وقال ألماص في تصريحة خاصة أن موقف مولودية الجزائر كان واضحا منذ البداية وأكد أنه مع خيار الموسم الأبيض بالنظر إلى استحالة استكمال الدور لا يؤقل أن يتم إلغاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي رغم أننا نمتلك مباراة مؤجلة وباستطاعتنا المنافسة على التتويج باللقب طلعت على الوثيقة عبر شبكة تواصل الاجتماعي لكن رسميا لم يتلقى رسالة من الفيدراليا سواء البريد العادي أو البريد الإلكتروني ونستلوه إن شاء الله في ساعة المقبلة إن شاء الله نتحصلوا على هذا الوثيقة رسميا باش يتسنلنا ونجاوبوا لها ونحن الموقف تعنا واضح نحن تقدمنا حتى اقتراحات وتكلمنا فيما يخص قلنا أعطينا رأينا فيما يخص مواصلة الموسم أو موسم 2019-2020 ونحن كان واضح والاقتراح تعناه ويحب داله يعني لو يتم إيقاف هذا الموسم حفاظا أولا على صوت رئيس فريق شبيبة سكيكدا قطار جمال على الخيار الثالث من الاستشارة المكتوبة لتحديد مصير الموسم الكروي وعرض المكتب الفيدرالي إلى الاستشارة المكتوبة على أعضاء جمعية العامة لتحديد صيغة المنسبة لإنهاء الموسم الكروي المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد واخترى رئيس شبيبة سكيكدا الخيار الثالث المتعلق بإنهاء الموسم مع تحديد الأبطال والأندية الصعيدة وإلغاء السقوطة أعلن محمد زرواطي رئيس مجلس إدارة شبيبة الصورة رفضه المشاركة في الاستفتاء الكتابي الذي بشره المكتب الفيدرالي معتبرا تحركاته الأخيرة غير بريئة وكان الاتحاد الجزائري فقد بشر هذا الأسبوع إرسال استشارات كتابية لجميع الفاعلين في مجال كرة القدم ورؤساء الأندية والرابطات وهذا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الضوري وقال النادي البشاري في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إدارة شبيبة الصورة ترد بطريقتها الخاصة على مقترحات الفاف لتحديد مصير البطولة الوطنية نعتبر مقترحات اتحاد الكرة تلاعباً وشعبويا تهدف إلى التحذير للانتخابات المقبلة دون مراعاة الوضع الصحي العامة اخترب نادي شباب الوزداد من التعاقد مع العراقي على عباس مهاجم الكويت الكويتي وهذا خلال فترة الانتقالة الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل حيث أن إدارة الشباب ربطت تلصالتها بوكيل اللاعب ومقربين منها لإقناعه بتقمص ألوان الشباب وأكدت مصادرنا أن تواجد اللاعب حراً من أي التزام حمس إدارة الشباب على التعاقد معه خاصة أنه يمتلك مكانات كبيرة وخادر على تقديم الإضافة للنادي البلوزدادية المقبل على المشاركة في دور أبطال إفريقيا ويمتلك على عباس عدة عروض احترافية سواء من أندية عربية أو أوروبية طلبة للحصول على خدمته في الفترة الأخيرة على غرار جيل في سنت البرتغالي وملودية الجزائر أكد ريضا بن سايح لعب شببة القبائل أنه يشعر بالراحة لوجوده في تيزي وزو ولا يفكر أبداً في مغادرة الفريقة وقال بن سايح خلال مؤتمر صحفي لا أفكر أبداً في الرحيل عن شببة القبائل فأنا مرتبط بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات مقبلة سأحترمه إلى النهاية رغم أنني أمتلك عدة اتصالات من أندية محترفة حالياً أحاول التركيز على لياقتي وجهزيتي بتطبيق برنامج تدريبي خاصة رغم أن هذا الأمر لن يكون كافياً فلا شيء يعوض التدريبات الجماعية والمنافسات الرسمية لسيما أن توقف دام أكثر من أربعة أشهر بالتدريبات الجماعية في هذا المنزل كان يكون هناك تدريبات جداً كما أنه في التدريبات الجماعية لأنه يتقيم بشكل عامل يتقيم بشكل عامل في عامل تدريبات جداً لعبشان المعنى لعبشان المعنى لكننا نتطلق هذا لأن الفرح صوارة في الشيئ وانشاء الله في صبر ونستعد لعبشان المعنى وانتظار مجموانا من حتى التجارة وانتظار لأننا نملك من المعنى وانتظار 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 أمضى مدافع مولودية الجزائر لأقل من 18 سنة أكرم بولماخي على أول عقد احترافي له وبهذه المناسبة أبدى اللاعب الشاب سعادته بهذا الإمضاء وعدني الأنصار ببذل أقصى مجهوداته في حال تحصله على فرصة اللاعب السلام عليكم, أمضى مجهوداته بهذا الإمضاء وعدني الأنصار ببذل أقصى مجهوداته وعدني الأنصار ببذل أقصى مجهوداته ومجهوداته مدفع محواري كما تتحدث لك أيضاً مع أكابر كيف تكون صعباً في المستقبل؟ وماذا هي الطموحات التي تتعاك الآن؟ أتمنى أن أصبح الطموحات في مرودية أو في مرودية أو في تطرق لبسة دو جوية و سنيور أبريل احتراف هل تتحرك الزملاء حتى يسيرون على خطأ ومدعون حقاً؟ ما تتحرك؟ العمل، ثم العمل، ثم العمل، ثم العمل، هذا ما يدر هل تساعدتك لتحرك الآن لإمضاء حقاً؟ ما تتحرك؟ نشكرهم مدربين وكاين إداريين سورة المدربين يعنوني بزاف نشكرهم بزاف 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 إن شاء الله مزيد من نجاحات الآن الكرة في مرماك ربما توعد الأنصار باش تقدر الإضاءة فيها إن شاء الله هم منين لك الفرص بيانسير بيانسير إن شاء الله يتقوا فينا المدربين يا طم الله شنصي لازم إن شاء الله نكونوا قدها وبإذن الله كنا حاجة إن شاء الله وفي أخبار محترفين اعتلى اللاعب الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي صدارة هدفية دوري القطري بثلاثة عشر هدفا منصفة مع مواطنه بغداد بنجاح والقطري أكرم عفيفة وسجل إبراهيمي يوم الجمعة هدف التعادل لفريقه الريان أمام نادي قطر عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة الأربعين من عمر المقابلة يتابع إبراهيمي أن يريد أن يسجل هدف الثاني عشر ليكون حاضرا مع أكرم مع بغداد في صدارة هدف مطولة الدوري هذا ياسين إحدى عشر هدف عرضه سجل اللاعب الدولي الجزائري أن يبعز هدف التعادل لفريقه أم صلال أمام نادي الدحيل في إطار الجولة الثامن عشر من الضهر القطري وتمكن المدافع السابق لفريقه ملودية الجزائر من إضافة الهدف الثاني لرصيده في الدوري القطري بعد وصوله لمرمى الحارس محمد البكري في الدقيقة الواحدة والخمسين من عمر المقابلة وليد مسلوب صاحب الكرات الثابتة المحترف الجزائري ممكن هدف التعادل لمصلحة نادي مصلال أتى التعادل أتى التعادل سريع لمصلحة نادي مصلال أرسلها الجزائري سجلها الجزائري عن طريق أيوب عزي من وليد مسلوب إلى أيوب عزي هم خاطرين بالكرات الثابتة تأوني كنت أتكلم عن الكرات الثابتة دائما تصنع الفرق لنادي مصلال الآن أتى الحل لكن يا سلام على شوط المباراة الثاني شوف إلي عادة شوف شوف إلي عادة شوف جاي من الخلف جاي مسرع على طول شوف ارتقاءه صعبة صعبة وين دفع نادي لتحيل بصم ومسية يوم الجمعة النجم الدولي الجزائري فريد بولايا على هدف عالمي مع فريقه ميدز الفرنسي فريد بولايا سجل الهدف الثاني لميدز في موجهة نودية ضد شارلر والبلشيكي الهدف جاء بعد مراوغة رائعة أسقط بها مدافع الخصمة وتزديدة قوية بالقدم اليسرى سكنت شباك البلشيكيين لاعب الجزائري لم يكتفي بهذه فقط بل قدم أيضا تمريرة حاسمة خلال هذه المواجهة الودية أبدأ الدولي الجزائري رياض بودابوس لاعب سنتيتين الفرنسي موقفه بخصوص المنتخب الجزائري بتوجيه رسالة واضحة للناخب الوطني جبال بالماضي وصرح بودابوس لقناة بي انسبورت عقب نهائي كأس فرنسا نشعر بالفخر لما قدمناه أمام باريس انجرما خاصة وأننا أنهينا اللقاء منقوصين عدديا وأضاف الدولي الجزائري أشكر الجمهور الجزائري الذي يساندني كثيرا وسيكون من الرائع الأودة للمنتخب الوطني أريد أن أشكر الجمهور الجزائري الذي يتابعني منذ البداية شيء جميل أن أحصل على تجييع الجمهور الجزائري والجمهور العرب وأتمنى أن أكون متواجدا مع المنتخب الجزائري فجر فاروق جافر استورة كرة القدم المصرية قنبولة حقيقية عندما كشف بأن الفراعن منتخبا وأنديا يستفاد من دعم التحكيم على مر الصنين وصرح النجم الأسبق لنادي الزمالك في تصريحات للقناة الرسمية للفريقة في الثمانينات والتسعينات الحكام كانوا يساعدوننا لم نكن لنتأهل لمونديال 1990 لو لا دعم التحكيم لقد كانوا يطلبون منا الذي نريده سواء ضربات جزاء أو بطاقة حمراء للمنافس لقد تمت مجاملتنا كثيرا سواء المنتخب أو الزمالك أو الأهلي أو الإسماعيلي خاصة عندما تقام المباراة على أرثنا زمان كان يجيب الحكام في البطولات الإفريقية لنا والأندية تانية مشيحنا بس ونقعد مع الحاكم ما أنا كنتقعد مع الحاكم ككابتن الحاكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب ومعي الإدارة ومعي مدير الكورة ومعي مدير إداري عاديين معايا يعني ليه حاكم يقعد معاك؟ زمان الحكام الأفريقية كانوا بيجوا يقعدوا معنا قبل المباراة حين عايزين إيه؟ تتكلم جد يا كابتن خلاص بقى تتكلم يا كابتن سونا حاجة صعبة جدا يا كابتن والله صعب تتكلم جد الحكام الأفريقية؟ توجه نادي باريسان جيرمان بكأس فرنسا لكرة القدم بعد فوزه على سين تيتيان بهدف نظيف مواجهة شهدت خروج كيليان بابيه بعد تعرضه لتدخل عنيف على ملعب فرنسا في العاصمة باريسا حقق سان جيرمان اللقب للمرة الثالث عشر في تاريخه ليبتعد بفارق ثلاث ألقاب عن مرسليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر لندية فوزا باللقب وسجل البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد لباريسا جيرمان في الدقيقة الثالث عشر من زمن اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا وشهدت المباراة النهائية بالضبط في الدقيقة السادسة والعشرين تعرض لائب الفرنسية الشاب لنادي باريسا جيرمان كيليان بابيه لتدخل خطير اضطر على إثره الحكم إلى إشار البطاقة الحمراء على وجهه لعبي سان تيتيانة في مطر كيليان بابي للخروجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال مباراة الجولة الأخيرة من الدور الإنجليزي والتي جمعت ليفربول بضيفه تشيلسي خلاف حاد بين مدربي الفريقين فرانك لومبارد ويورغين كلوب إذ بدأ الأمر بعد احتساب مخالفة لصالح ليفربول ليخرج لومبارد قائلا كيف تكون هذه مخالفة ثم اقترب من المنطقة الفنية الخاصة بالريتس ليجد أمامه مساعد كلوب وصرخ لومبارد في وجهه قائلا عد إلى مكانك وهذا ما أغضب كلوب الذي اقترب نحو مدرب البلوز وقال اهدأ ولا تتحدث مع مساعده بهذه الطريقة وبينما حاول الحكم الرابع لمصون إعادة الأوضاع لطبيعتها قال كلوب لا لا لو أرد أن يصرخ في وجهه بهذه الطريقة فيجب أن أرده وبعد أن توقف الشجار قليلا وأثناء عودة لومبارد إلى مقعده قال للحكم الرابع إنها ليست مخالفة وعندما سمع كلوب التف نحوه وتابع إنها ليست مخالفة أنا لا أسألك أصمت ولكن كلوب لم يتوقف لينادي عليه فيرد لومبارد ابتعد عني فست باللقب لمرة واحدة وتتصرف بهذه الطريقة أغرب عن وجهه هذا الخلاف صنع جدلا في صحف والمواقع الإنجليزية ما جعلنا نختاره لكم لقطة اليوم تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في امان الله